السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازيكم عاملين ايه معكم حلقة جديدة وميسمعي وايزي انجلش وفي الحلقة دي هعرض لكم 3 مقدمات مختلفين لموضوع البيئة بحيث ان انت لو حابب تجمع كم كلمة من كل مقدمة تقدر تعملها بكل بساطة يلا بنا نبتدي مع بعض كده المقدمة والمقدمة هو طالبها من سبعين لتمانين كلمة المقدمة دي بتبقى عبارة عن اللي انا هتكلم او يعني اه مفهوم اللي انا هتكلم عنه تمام اه انا كتب فيها ايه المنظومة البيئية او علم البيئة اه هو اي مساحة طبيعية وما تحتويه اه من كائنات حية نباتية او حيوانية او مواد غير حية البعض يعتبروا الوحدة الرئيسية في علم البيئة وقد يكون النظام البيئي اه برقة صغيرة او صحراء كبيرة يعني اي مكان هو ده بيئة اي اي حاجة موجودة حولنا دي البيئة تمام اه ويمكن تعريف النظام البيئي كتجمع للكائنات الحية من نبات او حيوان مع كائنات اخرى اه كمجتمع حيوي تتفاعل مع بعضها او مجتمعات حيوية تتفاعل مع بعضها في بيئتها. في نظام بالغ الضقة والتوازن حتى تصل الى حالة الاستقرار واي خلل فيه النظام البيئي ينتج عنه تهديم وتخريب للنظام. مقدمة وعايزنا من سبعين لتمانين كلمة وانا كتبت فيها ايه? المقدمة. البيئة هي كل ما يحيد بنا من الهواء والطربة والنباتات والحيوانات والمياه. وهي عوامل بيئية او عوامل ايكلوجية حيوية. كانت او غير حيوية. يعني اما ايكلوجية حيوية او غير حيوية. تؤثر على الكائنات الحية وتشمل العوامل الغير الحيوية. درجة الحرارة المحيطة وكمية ايشعة الشمس ودرجة الحمودة في الطربة المائية. اما العوامل الحيوية فهي البكتيريا والحيوانات المفترسة والطفائليات. ويتفاعل البشر مع البيئة باستمرار. وهذه التفاعلات بتؤثر على نوعية الحياة. تمام? يعني التفاعلات دي بتؤثر على كيفية الحياة وسنوات الحياة الصحية التي يعيشها الانسان. وتعرف اه وتعرف منظمة الصحة العالمية. البيئة من حيث وصلتها بالصحة بانها جميع على عمل فيزيائية والكميائية. البيولوجية الخارجية. المحيطة بالانسان. والتكون الصحة آآ البيئية من الوقاية من الامراض والسيطرة عليها والاصابات آآ السيطرة عليها وعلى الاصابات يعني واعاقات التي تتعلق بالتفاعلات بين البشر وبقاتها. البيئة هي مجموعة من المكونات الحيوية التي يعيش فيها الانسان والنبات والحيوان. وبعض المكونات اللي غير حيوية مثل الهواء والماء والعناصر والمواد الكيميائية. وتتفعل هذه المكونات مع بعضها حتى تشكل البيئة المحيطة. آآ دي كده يعني نهاية جملة. بعد كده آآ كلمة البيئة لغويا هي كلمة مشتقة من الفعل بوأة. بوأة وتعني نزل او اقام. آآ وعليه فان. البيئة تعني المنزل او المكان. واما علميا فان مصطلح البيئة تعني الوسط الذي يعيش فيه الكائن الحي ويتأثر ويؤثر بما حوله بشكل مباشر او بشكل غير مباشر من خلال الظروف والعامل التي تساعده على البقاء والاستمرار في الحياة. وكل كائن حي على وجه الارض له بيئته الخاصة التي يعيش فيها. فعلى سبيل المثال. الاسماك تكون بيئاتها البحار والمحيطات وتعتبر الغابات والأتغال بيئة للحيوانات البرية وهكذا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة وخلصنا لتلات مقدمات. لو الموضوع فاتكم يا ريت نعمل لايك وشير ولو انت جديد معي في القناة اتمنى انك تشترك فيها. واشوفكم في حلقة جديدة ويلا باي باي.